هي وثيقة في سياق الحرب العالمية الثانية وكتجي في يناير الرابعة وربعين تقريبا مباشرة بعد مؤتمر أنفاء لربما بقدر سياق ديالها يفهمنا على الشتكتبات وهي وثيقة من ضمن جمعة من الوتائق اللي كانت صدرت أنا ذاك هي وثيقة ديال الوطني اللي غد يأسو حزب الاستقلال من بعد وثيقة ديال الحزب الشورى والاستقلال ديال الحسن الوزاني كين أيضا وثيقة ديال الحزب الشيوع على ما يقال وكين وثيقة ديال الوطنيين ديال تيطوان ولكن هاد الوثيقة ديال الحزب الشيناير هي الوحيدة اللي على كل حال كي تتكلموا عنها الناس اللي حرب العالمية الثانية فرنسا محتلة عندها حكومة موقعتة في مستقرة في الجزائر من بعد الإنزال الأمريكي وفي أنفاء المؤتمر ديالأنفاء من لجا روزفيلد جاوجوج الممتلين ديال فرنسا آنذاك مشغير واحد الجنيرال دوغول الجنيرال جيرو والسلطان محمد بن يوسف وكذلك وينستون تشارشل ديال إنجلتيرا وبداية الفكرة ديال تأسيس لعالم جديد اللي غادي يخدو فيه الدول الاستقلال وبالتالي الوثيقة كتتجي في هاد السياق فقط أن السلطات الفرنسية بطبيعة الحال غادي تغضر بهذا الموقف خصوصا أن الجيش الفرنسي آنذاك كان تحت الاحتلال ديال ألمانيا في فرنسا باريس ما زالت محتلة من طرف الألمان والقوام الجيش الفرنسي آنذاك هما المغاربة في الأصل اللي كانوا معروفين في حرب تونس وفي حرب إيطاليا ثم كورسيكا وفي الحرب ديال جنوب فرنسا عاد غادي يتبطى فرنسا تأسس الجيش دياله بعد دخول قوات الحلفاء إلى فرنسا وبالتالي ممكن نفهموا أن واحد السلطات الفرنسية اللي يوم الجيرو في البداية اللي كان رئيس الموقف قبل دوغول يكون واحد نعمل الغذر لأنه غادي يتبنوا الفكرة في معتمر أنفو ولكن من بعض غادي ينقضوا العهد ديالهم وبالتالي غادي توقع اعتقالاته لأن الوثيقة تقدمت للسلطان تقدمت الإقامة العامة تقدمت أيضا لبعض الصفراء السفر الأمريكي وبريطاني فرباط نسبة لي اعتخاذ هذا اليوم 11 يناير عطلة كيف تتخذ هذا القرار؟ هو قرار حديد يعود إلى مرسوم الوزير الأول آنذاك عزدي العراقي 8 يناير 1988 عيد يحتفل به من قبل نعم ولكن ما كانش يوم عطلة يحتفل به مثلا من طرف حزب الاستقلال ولكن ما كانش فيه يوم عطلة نسبة الشخصيات التي وقعت على هذه الوثيقة كم عدد هذه الشخصيات وهذه الشخصيات في الانتماءات السياسية واليوم كان تضارب لأن في الوثيقة الأصلية في سنة 1944 فيها 58 توقيع الوثيقة الرائجة اليوم والمعروفة اليوم فيها 66 توقيع يعني كانت من يد الأسماء زادت واش من قبل واش من بعد الله أعلم هذا موضوع آخر ثم أغلبية الأسماء آنذاك مثلا وقعوا بأسماء اللي كانوا معروفين بها فلان بن فلان فلان بن فلان من بعد الاستقلال غادي يأخذوا يديروا الحال المدنية وغادي يديروا أسماء أرقاب جديدة في الحال المدنية وبالتالي هما شخصيات على العموم معروفة في تاريخ الحركة الوطنية منذ الثلاثينات يعني مجموعة من الشخصيات اللي غادي يكون عندهم تقوم بأدوار مهمة من بعد الاستقلال من بعد 56 كوزراء كعمال كولاد كصفراء يعني كمدراء مؤسسات عمومية وكلهم آنذاك دي الربعة وربعين على كل حال بالنسبة لل58 غادي يوقعوا باسمهم الشخصي إلا واحد غادي يوقع باسم جمعية قدماء تلاميذ تانوية طارق دي كي يسميه آنذاك التانوية الفرانكو بيربير دي الأزرو اللي موقع باسم عبد الحميد بن مليحمد اللي هو معروف في تاريخ دينا بعبد الحميد الزموري اللي كانوا عنده أيضا مسؤوليات كثيرة دونك هذي ميزة من المميزات دي هاد هو تقلل أشخاص وقعوا باسمهم الشخصي ولكن عبد الحميد الزموري كي يوقع باسم رئيس قدماء تلاميذ تانوية أزرو ضيور لتلاميذ عن ذاك في أزرو والتعرض والتطرد من طرف المدير دين المدرسة ماذا ما بعد هذه الوثيقة وكيف ساهمت في تسريع الحصول المغرب على الاستقلال بعد 14 تسريع ما نظن لأنه من 44 إلى غاية 53 هو واحد التشنج في العلاقة التي ستكون بين الإقامة العامة والقصر خصوصا بعد خطاب تانجف 47 فبالتالي أطار مباشر ما كان نظنش ولكن الأطار الغير مباشر هو أن المغاربة غدا يفهموا بلأنه ما يمكنش انتقوا في فرنسا بحكم أن كان بحل واحد نوع اتفاق مبدائي لأن مثلا في بعض المذكرات عندنا رجال المخزنين يعني القلاوي العيادي كانت بدهم هذه الوثيقة ولكن كموظفين ديال المخزنين ما كانش عندهم الحقي وقعوا لها وبالتالي في اللحظة الليبيرالية ديال إيريك لابون إلى غاية 1947 كان وعد النوع من الانفتاح الفرنسي في محاولة يعني السيطرة على الوضع من خلال سياسة الليبيرالية ومحاولة استقطاب النخاب غد يدخل الزعماء ديالحزب الاستقلال في مجلس الحكومة أنا ذاك بحل يزيدي مثلا اللي غد يوقع لشنآن مع الجنرال جوان ولكن يعني الشنآن غد يقول أساسي مع المجل ديال الجنرال لأنه من هنا غد يتبدأ واحد السياسة جديدة ديال العاصر غد يوكلهم تبين المغالبة كيف كانوا كي يقولوا وبالتالي رد الفعل ديال السلطان اللي بدك يرفض يوقع على الضخائر لأنها ما في صالح المغالبة غد يتبدأ مسألة النفي من طلقة من مسألة النفي غد يتغير المعطيات لأنه العملية الفدائية هنا غد يبدأ وبالتالي الجيش تحرير وهما اللي غد يلعبو دور كان ضمن كبير في القاموس السياسي الفرنسي للأزمة المغربية ولا المسألة المغربية شكرا اشتركوا في القناة